بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة ماذا تعرفون عن نفق الموت في العشر سنوات الأخيرة الماضية نال هذا الموضوع اهتمام العديد من العلماء فبدأوا بما يسمى بتجارب الاقتراب من الموت هذه التجارب أيها الأحبة لاحظ فيها يعني كل الذين تعرضوا لجلطات دماغية الذين فقدوا الوعي الذين مروا في حالة غيبوبة أو ما يمكن أن نسميه موت مؤقت ثم عادوا معظمهم اتفق على شيئين وهذين الشيئين ذكرهم القرآن العظيم يعني عظمة القرآن أيها الأحبة أنك إذا بحثت في هذه الآيات تجد تصويرا دقيقا لحالة الموت التي سيمر كل واحد منا فيها شاء أم أبا الحقيقة أيها الأحبة ما يسمى بتجارب الاقتراب من الموت لاحظوا كأن أن النفس تخرج باتجاه الأعلى وتراقب حتى إن بعضهم قال وهذا طبعا منشور على مجلات عالمية يمكن لمن أحب أن يرجع للتفاصيل في دراسات الاقتراب من الموت وجد طبعا عندما عاد للحياة أو عندما عاد لحالته الطبيعية وجد أو أخبرهم أنه شعر كأن نفسه خرجت أو كأنه خرج من جسده وبدأ يراقب وهناك العديد الحالات وصفت بالضبط ماذا كان يعمل الأطباء بالعدد ماذا يلبسون حتى وصفوا الأدوات الطبية التي كانوا يستخدمونها شيء غريب يعني لا إله إلا الله فالمهم أيها الأحبة الحقيقة التي يمكن أن نعتبرها حقيقة أن هناك نفسا في هذا الإنسان تختلف عن الجسد هذه النفس هي التي تتصر وتسمع وهي التي تحرك اليد وهي التي تبطش وهي التي تفعل الخير أو تفعل الشر الجسد هذا عبارة عن آلة ميكانيكية مسخرة الذي يشغلها النفس الروح الروح شيء آخر ليس له علاقة لا بالجسد ولا بالنفس الجسد أيها الأحبة هو عبارة عن آلة ميكانيكية أو كمبيوتر مثلا أو مجموعة مجموعة خلايا الروح هي التي مثل برنامج التشغيل لا تتدخل لا في عمل الجسد ولا في عمل النفس تماما أنا لدي جهاز كمبيوتر هناك برنامج تشغيل لا يتدخل فيما أقوم به أنا الذي أتحكم ممكن أن أفتح مثلا موقع غناء يمكن أن أفتح موقع قرآن كريم وأستمع وأستفيد وأخشع من الذي يتحكم هو أنا أي النفس وليس هذه الأيدي أو هذا الدماغ هي خلايا مجموعة تريليونات الخلايا مسخرة لتعمل بأمر هذه النفس فعندما يتعرض الإنسان لحادث مثلا ويفقد الوعي أو يمر في حالة غيبوبة هذه النفس تخرج إلى أين تغادر الجسد القرآن العظيم القرآن العظيم أشار إلى ذلك أيها الأحبة هناك آية عظيمة يقول الله تبارك وتعالى فيها تأملوا معي الله يتوفى الأنفس حين موتها حين موتها وإلا وإلا لماذا يميز القرآن بينهما الله يتوفى من الوفاة الأنفس حين موتها فالإنسان قد يموت ويرجع سيدنا عيسى كان يحيي الموت فهذا الميت الذي أحياه سيدنا عيسى عليه السلام لم يكن قد توفاه الله بعد لازالت نفسه خارج الجسد ولكنها لم تغادر فسيدنا عيسى الله أعطاه قدرة على إعادة هذه النفس إلى صاحب الجسد أصحاب الكهف ثلاثمائة وتسعة سنوات أيضا لم يتوفهم الله هو حالة لنسميها نوم عميق غيبوب أي شيء صعدت هذه النفس ولكن لم يتوفها الله ثم رجعت بعد ثلاثمائة وتسعة سنوات الرجل الذي أماته الله مئة عام قصة العزير الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم لم يتوفاه الله إنما أماته ما معنى أماته؟ يعني النفس خرجت ولكن لم يتوفها الله لم يأتي ملك الموت ليتوفى هذه النفس وإلا الإنسان يتوفاه ملك الموت انتهى لا يعود ولكن يمكن للإنسان أن يموت ويعود كما في قصص عديدة في القرآن قصة البقرة كذلك فقلنا ضربوه ببعضها كذلك قلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت إذن أيها الأحبة يجب أن نميز بين الوفاة والموت الله يتوفى الأنفس حين ماذا؟ حين موتها يعني أولا الإنسان يموت يتوفى هذه النفس الله من خلال ملك الموت والتي لم تموت في منامها ما معنى التي لم تموت في منامها؟ أن الله يتوفى هذه النفس يتوفىها يخرجها عندما ينام الإنسان ولكن تبقى هذه النفس يعود فيرسلها لذلك قال تعالى والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت إذن الله يتوفى هذه الأنفس ينفرس بشكل دائم أثناء النوم أثناء الموت أثناء الغيبوبة أثناء العمليات الجراحية بعد التخدير كل هذه الأشياء التي يغيب فيها دماغ الإنسان عن الوعي هذه النفس تخرج فالله إذا قضى الموت على إنسان أمسك هذه النفس لديه فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى أي هذا النائم الذي توفى الله نفسه أخرجها يعود فيرسلها فيعود من جديد يستيقظ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة وهذا حديث ودعاء ينبغي ألا ننساه ينبغي كل إنسان أن يحفظه ويردده عندما يستيقظ الحمد لله ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما يستيقظ من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور إذن أنت في كل يوم تتعرض لموت مصغر والدليل على ذلك تجارب الاقتراب من الموت التي تمكن كثير من المرضى من وصف ما يجري له أثناء العملية الجراحية معلومة أنه تخدير كامل وغيبوبة كاملة ولكنه وصف لهم ماذا يجري من فوق من أعلى إذن هذا دليل مادي ملموس أيها الإنسان على أن نفسك كل يوم تغادر ثم تعود برحمة الله لذلك النبي كان يتذكر كان يتذكر من لحظة استيقاظه الحمد لله الذي يجري إليه النشور أي إليه المرجع والبعث وإحياء الموتى النشور يعني إحياء الموتى طيب هناك آية الله تعالى يقول هو الذي وهو الذي يتوفى بالله ويعلم ما جرحتم بالنهر ثم يبعثكم فيه دقة أيها الأحبة كل يوم أنت تموت وتبعث يعيش مثلا سبعين سنة مثلا سبعين ضرب 365 أكثر من 25 ألف يوم فأنت إذا كنت تنام كل يوم فقط مرة واحدة فأنت تموت أيها الإنسان 25 ألف مرة وتبعث 25 ألف مرة فمتى تكون المرة التي تخرج هذه النفس ولا تعود فيمسك التي قضى عليها الموت متى ستكون هذه اللحظة ينبغي أن تراقب وتنتظر وتحذر وتتصور هذا الموقف أنه في أي لحظة يمكن أن يحدث فتبقى دائما في حالة حذر ذلك يخوف الله به عباده وآية أخرى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ماذا يحذر الآخرة المؤمن أيها الأحبة 24 يحذر من الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه إذن شيئين يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني هل الإنسان الذي لديه علم مثل الذي ليس لديه علم الآن أيها الأحبة كل من شاهدني الآن أصبح لديه علم فليس لديه عذر إذا استيقظ ولم يقول الحمد لله الذي أحيان بعدما أماتنا وليه النشور وليس لديه عذر إذا لم يتذكر الآخرة ولو مر في اليوم لا نقول كل دقيقة ولو مر على الأقل إذن أيها الأحبة الله عز وجل يخرج هذه النفس ويتوفها كل يوم ويعيدها العلم أثبت ذلك هناك شيء ثاني أيها الأحبة أن الذين مروا بتجارب اقتراب من الموت أو ما قبل الموت هؤلاء قسم لا بأس به منهم وصف شيء غريب يراه يرى نفقا نفق امتد يعني طويل جدا في نهايته نور ويشعر وكأنه يعني يقترب أو يحاول أن يدخل في هذا النفق طيب هذه المشاهدة رأاها الآلاف ليس واحد أو اثنان آلاف الناس رأوا هذا المشهد فالعلماء احتاروا ما هو هذا النفق الذي يعني يراه الإنسان قبيل الموت التفسير موجود في القرآن أيها الأحبة في كتاب الله عز وجل سيدنا المسيح عليه السلام دققوا معي أيها الأحبة الله الله أكرم المسيح بميزة انفرد بها عن كل البشر قدرت هذا النبي الكريم على إحياء الموت ولكن انظروا إلى صياغة الآية يقول تعالى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمع والأبرص بإذن وإذ تخرج الموت صياغة غريبة وإذ تخرج الموت يعني المنطق الذي نتعامل به يعني يقول مثلا أن هذه النفس التي خرجت ينبغي أن يقول وتعيد الموت إلى الحياة أو ترجع الموت تخرج هم من ماذا لأن هذا الميت أيها الأحبة تخرج نفسه لحظة الموت هناك خروج للنفس هذه النفس سوف تدخل في هذا النفق الذي يقول الآن البرزخ سوف تعبر هذا البرزخ فالإنسان عندما يتوفاه الله فإن هذه النفس تدخل في هذا النفق باتجاه البرزخ ولذلك كان سيدنا المسيح عليه السلام الله علمه وعطاه القدرة بإذنه تعالى قال وإذ تخرج الموت يعني تخرجهم لأنه بمجرد أنه خرج من هذا النفق عادت نفسه إلى جسده وعاد حيا الدليل الثاني من القرآن على موضوع خروج النفس من هذا النفق جاءت في قوله تعالى الملائكة أيها الأحبة يأتون ملائكة الموت هذه الملائكة تتوفى هذا الميت يقول تعالى ولو ترى يعني يا محمد أو يا أي إنسان لو أنك كنت تقدر أن ترى ماذا يحدث لحظة الموت لرأيت ما سأخبرك عنه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الظالمون أين في غمرات اضطراب مثل الموج المضطرب وكلمة غمرات دقيقة هنا أيها الأحبة لأن البرزخ اضطرابات لحظة الموت ليس مستقرا مثل البرزخ المائي الذي تحدثنا عنه والذي درسه علماء البحار ووجدوا أن منطقة البرزخ الفاصلة بين الماء العذب والماء المالع تكون فيها دوامات وتكون فيها اضطرابات لذلك نوعية الجريان يكون مضطرب لذلك يقولون أن منطقة البرزخ منطقة مضطربة جدا غير مستقرة بعكس الماء العذب هنا والماء المالح هنا ولكن هذه المنطقة بسبب اختلاف الكثافة والملوحة وأشياء أخرى تحدث هذه التيارات أو الدوامات وتكون هذه المنطقة مضطربة البرزخ الخاص بالموت أيضا يكون مضطربا لذلك سماه القرآن غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم ماذا تقول الملائكة لهؤلاء المنطقة أخرجوا أنفسكم دقة هائلة في التعبير النفس خرجت من الجسد ودخلت في هذا النفق بدأت تدخل فالظالم يحاول أن لا يريد أن يموت لأنه يرى العذاب يرى ماذا في نهاية النفق هذا أو البرزخ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسط أيديهم أخرجوا أنفسكم يعني أنت أيها الظالم لديك القوة في الدنيا ولديك المال ولديك الإمكانيات ولديك العلاقات أخرج نفسك الآن من هذا النفق من هذا البرزخ اليوم تجزون عذاب الهون يستسلم هذا الميت هذا الظالم لا يستطيع أن يفعل أي شيء فتقول له الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تسل لذلك أيها الأحبة الآيات التي تتحدث عن إخراج النفس العلماء رصدوا مشاهدات لبعض من عادوا بما يسمى تجارب الاقتراب من الموت ووصفوا هذا النفق الذي يحاول أن يدخل فيه ولكن طبعا لم يدخل أحد لكل الذين تكلموا ولا واحد منهم دخل في هذا النفق وأخبر ماذا يوجد في نهايتي فعملية الدخول هذا النفق هي عملية خروج من هذه الدنيا باتجاه البرزخ وحياة ما وراء البرزخ وبالتالي نكون الآن أيها الأحبة أمام حقيقتين يتحدث اليوم عنهما بكثرة علماء النفس الأطباء في المشافي الذين يقومون بعمليات جراحية كثير من الباحثين والعلماء المهتمين والمتخصصين في تجارب ما قبل الموت الحط نفس تغادر أثناء الغيبوبة أو أثناء الموت المؤقت إذا صح أن نسميه كذلك أو الاقتراب من الموت وتصف ما يحدث والقرآن يؤكد أن النفس تغادر وتعود أثناء الموت المؤقت كما حدث مع العزير أماته الله مئة عام ثم بعثه أيضا مع أصحاب الكهف وأثناء النوم كل يوم حالة موت ثم بعث موت ثم بعث هذه الحقيقة الأولى الحقيقة الثانية التي أنبأ عنها القرآن أن هذا الإنسان الذي يقترب من الموت يرى هذا النفق مظلم ولكن في نهايته نور شيء مجهول فهذا المجهول الذي يراه كثير ممن مروا بهذه التجارب تجارب الاقتراب من الموت أشار إليه القرآن إشارة لطيفة في قوله تعالى وإذ تخرج الموت تخرجهم من أين إذن تخرجهم من شيء هو دخل في شيء وأنت أخرجته خطاب لسيدنا المسيح عليه السلام كذلك الملائكة ماذا تقول للظالمين أخرجوا أنفسكم من أين يخرج نفسه إذن هو علق في هذا النفق وبدأ يدخل فيحاول أن يقاوم فتقول له الملائكة أخرج نفسك استخدم إمكانياتك استخدم يعني ما كنت تفتخر به في الدنيا المال الجاه كذا ولكن لا يستطيع أن يفعل أي شيء سوى أنه سيبقى عالقا في هذا النفق حتى تتوفى طبعا نتحدث عن النفس وليس عن الجسد النفس هي التي تعبر وتعلق ثم تغادر باتجاه ما وراء البرزخ لذلك قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وكلمة هنا من ورائهم لا يعني من وراء ظهورهم لأن هذا محيط به يعني من خلفه ومن أمامه هو محاط بهذا البرزخ لأنه انعزل عن الدنيا أصبح فيه عالم آخر عالم الأموات مثلا أو العالم الثاني لذلك مثلا قال تعالى من ورائه جهنم لا يعني إنه جهنم وراء لا يعني جهنم محيط به وهذا البرزخ يحيط به من كل جانب لا يستطيع أن يخرج علق به لذلك الملائكة تقول أخرجوا أنفسكم لا يستطيع أن يخرج نفسهم وسيدنا المسيح الله يخاطبه يقول له وإذ تخرج الموتى ولكن الآية الثانية التي جاءت في حق المسيح عليه السلام الله تعالى يقول فيها يقول مسيح نفسه وأحيي الموتى هو يستخدم لفظ أحيي المسيح يستخدم أحيي إذن أيها الأحبة عندما خاطبه الله خاطبه بلفظ تخرج لأن الله يرى الحقائق يحدثنا كحقيقة علمية ولكن المسيح لا يرى هذا النفق ولم ولم يرى حقيقة ما يحدث للميت فقال استخدم قال سبحانه وتعالى على لسان المسيح فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص ويتحدث عن نفسه وأحيي الموتى بإذن الله وأحيي الموتى استخدم لفظ وأحيي لأن المسيح عليه السلام والبشر جميعا لم يرى ماذا يحدث بالضبط لأن المسيح لم يموت إنما رفعه الله إليه وبالتالي لا يرى هذا النفق نفق الموت إلا من اقترب منه في تجربة اقتراب الموت أو حالة غيبوبة أو إذا كانت وفاة حقيقية فإنه يدخل لذلك أيها الأحبة والله يعني لو تأملنا آيات هذا القرآن العظيم وتذكرنا هذا الموت تذكر الموت بالنسبة للإنسان الصالح والله سعادة أيها الأحبة ينسى همومه ماذا تريد من هذه الدنيا الدنيا فيها الهموم فيها المشاكل فيها التعب فيها المرض لقد خلقنا الإنسان في كبد كبد العيش فالإنسان الصالح الذي لم يظلم الناس لم يقتل الناس لم يسئ لأحد لم يسئ لأحد بل حياته كلها إحسان للآخرين حياته كلها طاعة لله عز وجل هذا الإنسان يكون سعيدا ومبتسما لحظة الموت لأنه يعلم أن هذه الملائكة ستتلقاه لن تتركه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا مما سيأتي ولا تحزنوا على ما مضى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزول من غفور الرحيم اللهم ارزقنا برحمتك هذه الجنة وانفع بهذا العلم كل من يشاهدنا ويرانا ولا تنسونا من صالح دعائكم أحبتي في الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته